السلام عليكم اليوم سوف نرى مجموعة الأوامر التي نستخدمها لحتى نغير أو نعدل صلاحيات وأذنات الملفات سوف نرى كيف ممكن أن نغير الصلاحيات المعطاة لملف معين كيف ممكن أن نغير المستخدم المقاعدة يصل لهاد الملف وكيف ممكن أن يغير مجموعة المستخدمين التي عندها صلاحية أن توصل وتعدل على هذا الملف طبعاً نحن كنت نعملنا فيديو عن شو هي الأذونات والصلاحيات بنظام لينوكس أو بنظام يونيكس بأنظمة يونيكس ولكن اليوم رح نركز اهتمامنا على ثلاث أوامر الأوامر هي CHMOD CHMOD الأكتر استخداماً طبعاً CHU ZAH CHOWN اللي بيستخدمها لتغيير المستخدم وCHGRP اللي بيستخدمها لغير اللي جروب استخدام هاي الأوامر رح يكون فقط استخدام واحد اللي رح نركز عليه أكتر بشوي اللي هو CHMOD لأنه مثل ما حكيت هو أكتر شيء من استخدامه طيب أنا لحتى مثل ما اللي شايف أنه في عندي ثلاث ملفات طبعاً هاي ملفات بدون أي محتوى بس أنا عامل ملف اسمه يوزر تاني اسمه مود والتالت اسمه جروب لحتى نغير اليوزر رح نقول CHON بعدين بعطي اسم المستخدم اللي بدي يوصل للملف رح نقول لا أنا لأنه موجود ضمن هشام رح نقول روت بدي غير هذا الملف ملف اليوزر مثل ما اللي شايف أنه مالك هذا الملف اللي هو هشام أنا بدي غيره للروت طبعاً إذا كان في عندي مستخدمين تانين على الجهاز أو عن نظام ممكن أن يضع اسم المستخدم التاني بس أنا باعتبار أنه ما عندي غيره هشام و روت فرح نغيره للروت وبعدين رح قل له اسم الملف فهلأ مثل ما اللي شايف أنه هاي العملية فشتت لأنه لازم يكون في عندي صلاحيات روت فرح نقول له سودو تعجب تعجب بعطيه كلمة السر هلأ إذا جاءنا عملنا الاس رح شوف أنه ملف فيوزر المالك لهذا الملف تغير من هشام مثل ما كان بالمرحلة الأولى لروت بالمرحلة الثانية هاد بالنسبة للشينج اون منيجي للشينج جروب بنفس الطريقة رح قل له سي اتش جي ار بي شو هي الجروب اللي بدي يغير الملف لها ما رح نحكي اليوم عن كيف بشوف الجروبات اللي موجودة عندي بس أنا بارف انه على الجهاز أو عن النظام في عندي جروب اسمها ويل فرح قول رح غير هاد الملف ملف الجروب لحتى يكون متضمن ضمن الويل هلا هو حاليا متل ما اللي شايف موجود بجروب اليوزرز فقط لغير فرح قل له غير ليها لا الويل فرح قل له تشينج جروب ويل جروب اللي هو اسم الملف طبعا الجروب فرح قل له انتر هلا اذا رجع نعملنا الاس مرة تانية رح شوف انه ملف الجروب صار ضمن مجموعة الويل اي مستخدم ضمن مجموعة الويل ممكن انه يوصل لهاد الملف نجي للنقطة الاخيرة الويل مجموعة الويل موجود ما اللي سألقل لها افضل حيات نرى أن ملف مود لا يوجد أي صلاحيات أبداً إذا كان أريد أن أعطيه صلاحيات قراءة سأقل له خمود زائد R سنرى LS مرة أخرى سنرى أنه يوجد صلاحيات قراءة نفس الكلام إذا كان أريد أن أعطيه صلاحيات كتابة سأقل له زائد W سنرى LS سنرى أنه يوجد صلاحيات قراءة وكتابة وإذا كان أريد أن أعطيه صلاحيات للتنفيذ سأقل له زائد X هذا الكلام توقع أنه رأيناه في أحد المرات فإذا عملنا LS سنرى أن الملف صار قابل للقراءة والكتابة والتنفيذ هذا كان كل شيء بالنسبة لأزونات وصلاحيات الملفات وكيفية تغييرها من مستخدم لمستخدم آخر أو لجروب أو مجموعات بلتقي فيكم بفيديو بكرة وبأمان الله